موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية نبدأوا مشاهدين من مقال الكاتب عون القلمشي في مجلة القاردينية بعنوان مأسسة الفساد في العرب قال فيه الكاتب لا يختلف اثنان على السياسات المعتمدة التي تبعتها الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي لتدمير الاقتصاد العراقي جزءا من مخطط تدمير العراقي دولة ومجتمعة ولا سيما في مجالي الانتاج الصناعي وزراعي مثلما لا يختلف اثنان على عدم وجود أي بارقة أمل تلوح في الوفق لإصلاح الوضع الاقتصادي لا على يد السوداني ولا على من يد يخلفه لأسباب عديدة تحدث عنها خبراء عراقيون وأجانب ومعاهد مختصة السوداني وهو لا يدير دولة بل مصالح فئة من الفاسدين نحى جانبا مشروع الإصلاح الذي تعهد به ليقتصر عمله على استعراض سياسي أجوف والقيام بجولات تفتيشية لهذه الوزارة أو تلك أو القيام بزيارة عدد من المحافظات وزيارات خارجية لبعض الدول العربية والأجنبية والتي لم ينتج عنها سوى تصريحات ملتوية أو عقد تفاهمات مع هذه الدولة أو تلك حول مشاريع غير محددة أو تفاهمات لا معنى لها أما خططه الاقتصادية ودعم قطاع الزراعة والصناعة فقد تم حثفها من قاموسه الإصلاحي المفبرك لقد كانت فضيحة السودان مدوية حيث ابتكر هؤلاء الأشرار الذين نصبوه دمية عرائس في مسرح آيل للسقوط ميزانية فريدة من نوعها في العالم شملت ثلاث سنوات تبين خلالها مدى إصرارهم على سرقة المال العام بوضح النهار بدليل الخلافات التي استمرت شهورا وعطلت إقرار الميزانية لأسباب معروفة جدا تتعلق بتوزيع الحصص وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين تماما على إقرارها فإن السودان لم يتمكن حتى يومنا الحاضر من إطلاق سراح الأموال المخصصة في الموازنة للوزارات ومجالس المحافظات والمؤسسات الأخرى بسبب إجراء بعض التعديلات لتجنب الفضيح هل اقترب العراق من درجة الغليان؟ هذا عنوان مقال للكاتب أحمد صبري في صحيفة الميثاق الوطني ذكر فيه الكاتب أن أزمة الكهرباء تلد أزمات تنغس حياة العراقيين فقد تحول مجال الكهرباء إلى محنة متوالية من فرط استشراء الفساد وتغوله في هذا المجال الذي بقي عصيا على من يحاول المسة بحيتان اللصوص وسراق المال العام الذين حولوا العراق إلى ظلام يتوالى سنويا وينغس حياتهم ما يعانيه العراقيون من لهيب الصيف وارتفاع مناسيب الدخول في غليان مراجل تلك الدرجة التي يقترب منها العراق فإن الانطباع السائد أن حكومات الاحتلال حولت قطاع الكهرباء إلى سلعة وأدات للمساومة والابتزاز والمنافع أدت إلى بقاء هذا القطاع عاجزا عن الإصلاح رغم ملايين الدولارات التي لم تسعد العراقيين في مواجهة لهيب الصيف وحرارته المتوالية الصعود العددية التي يدور في فضائها العراق لم تتوقف لحين كف يد حيتان الفساد من هذا القطاع الذي كلف العراقيين هدر المال والفساد وقبل ذلك حرمانهم من حق العيش بكرامة من دون منغصات وكلما اقترب العراق من مراجل دوران درجة الغليان واتساع حركة الاحتجاجات الشعبية جراء ارتفاع التيار الكهربائي المتواصل وانقطاعه هي من ستؤدي إلى كشف المتسببين بهذه الأزمة ومن يقف وراءهم ولا سيما من خارج الحدود الذين يسعون إلى بقاء العراق وشعبه متخلفا ويعيش بظلام ونقرأ مقالا في صحيفة القدس العربي بعنوان رجال الكاظمي في مرمى مطاردة الانتربول للكاتب صادق الطائي بكر الكاتب فلم يزال موضوع سرقة القرن يحظى باهتمام اعلامي كبير في العراق مع ظهور معلومات جديدة عن متورطنا في قضايا فساد ابان حكم رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وتتوالى الأنباء عن مطاردة وزراء وقيادات في إدارة الكاظمي بسبب تورطهم في قضية الفساد الكبرى التي شهيدها العراق على حين يصر رجال الكاظمي على أن ما يجري ومطاردة يقوم بها السوداني لصرف الانتباه عن حلفاء الحكومة الحالية والذين هم أيضا محل شك بقضايا فساد تقول مصادر إعلامية إن الكاظمي يخشى من انقلاب عناصر فريقه الخاص ضده لكونهم أوصلوا رسائل يرغبون من خلالها بالتسوية للتخلص من الملاحقات القانونية ضدهم مقابل تقديم معلومات تفضح ملفات خطيرة ضد الكاظمي وأن الكاظمي يحاول أن يثبت لفريقه الخاص الذي بات محل ملاحقات من كونه يبذل جهودا أجل مساعدتهم وتبرئة ساحتهم وأيضا يحاول إرسال رسائل ابتزاز لأصدقائه القدامى من الطبقة السياسية من أجل غلق الملفات المفتوحة ضده مقابل أن لا يقوم هو بفضح تورطهم معه في قضايا فساد خطيرة كان قد سبق الضجة الأخيرة بحق الكاظمي ورموز إدارته سقوط أحد أصلب رجال الكاظمي الفريق أول أحمد أبو رغيف وكيل وزارة الداخلية إذ كشفت صحيفة واشنطن بوست من خلال تحقيق صحفي مطول أكدت أن لجنة أبو رغيف استخدمت التعذيب والتحرش الجنسي بالمعتقلين المتهمين من قبلها للحصول على اعترافات معدة مسبقا بالإكراه ونقرأ أيضا أبرز ما جاء في تقرير نشرته الصحيفة العربي الجديد بعنوان عشر سنوات على مزارة الكيميائي في الغوطتين مشاهد من يوم القيامة شاهدنا يوم القيامة هذه عبارة وصف بها المسعف سمير الغوش واقع ما حدث في أثناء مزارة الكيميائي التي حدثت في الحادي والعشرين من شهر آبا غسطس عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي نفذها نظام بشار الأسد في خطوة إجرامية أقرب للإبادة الجماعية وضف التقرير أن الهجوم هو أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية وقد مثل صدمة للإنسانية والحضارة حمز الوزير من بين الشهود أيضاً على المجزرة المروعة يقول في شهادته للعرب الجديد مضى على المجزرة عشر سنوات وأغلب التفاصيل أذكرها إلى اليوم أيقضني أهلي في ذلك اليوم وأخبروني أن النظام استهدف المنطقة بالسلاح الكيميائي في الساعة السابعة صباحاً نزلت للمنطقة بجانبنا كان هناك نقطة طبية فيها مصابون المنظر كان غريباً التجمع كان مخيفاً فعلاً رأيت أعداداً كبيرة من الضحايا مكفنين هناك أشخاص في السيارات أما المهجر من الغوطة الغربية والناجي من المجزرة علي الدالاتي قال للعرب الجديد عشر سنوات مرت على ارتكاب نظام بشار الأسد لمجزرة الكيماوي ولم يتحرك أحد لمحاسبته رغم صدور قرار أممي يدعو للمحاسبة مشيراً إلى أن خطورة عدم المحاسبة أنها تمنح القاتل شارة خضراء في ارتكاب المزيد من الجرائم تعاني سوريا مخلفات الحرب التي مضى عليها أكثر من عقد وهذه عبارة عن كرات معدنية يعتقد أطفال سوريا ناصالحة للبيع في سوق المخلفات لتنفجر في أيديهم وتتركهم من غير أطلاف أو مشوهين وهي القنابل العنقودية نفسها التي أمر الرئيس جو بايدن بتسليمها لأوكرانيا على أمل أن تحقق اختراقاً في حربها على روسيا وفي هذا السياق جمعت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز رجا عبد الرحيم جمعت شهادات من شمال غربي سوريا كشفت فيها عن حجم التهديد الذي تتركه مخلفات الحرب على الأطفال هناك تركت الحرب في سوريا إرثاً مميتاً من قذائف المدفعية والألغام والذخائر الأخرى غير المنفجرة على الأراضي الزراعية وعلى جوانب الطرق والمباني مما يشكل تهديداً عشوائياً على الأرواح بعد فترة طويلة من انحسار القتال إلا أن الذخائر العنقودية الأسلحة المحظورة على نطاق واسع والتي تتفكك في الجو وتطلق العشرات من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة هي أسلحة مميتة بشكل خاص وقد وصفتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنها تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا وأشرت الكاتبة للشجب الدولي الشهر الماضي لقرار إدارة بايدن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لتستخدمها في هجومها المضاد ضد روسيا وقالت إن الغريبة أن واشنطن أدانت استخدام روسيا للقنابل العنقودية والأسلحة العشوائية الأخرى في سوريا وكانت دعم العسكري الروسي للديكتاتور بشار الأسد حاسما في مساعدته على البقاء في السلطة واعتمد نظامه على الضربات الجوية المكثفة والعشوائية لاستعادة الأراضي هذه مشاهدين الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيريا اشتركوا في القناة شتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع الأكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجر ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم إلى تداعية الاحتباس الحراري وتغير المناخ فقد أسفرت حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت جزر هواي أسفرت عن مصرع أكثر من 110 أشخاص وعن عشرات المصابين والمفقودين ما جعلها أسوأ كارثة طبيعية تشهدها الجزر الأمريكية منذ أكثر من قرن وتتواصل حرائق غابات كبيرة في أنحاء العالم إذ أجبر حريق كبير آلافا من سكان مدينة يونانايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية في كندا على ترك المدينة وسط أسوأ موسم حرائق على الإطلاق في كندا أما في المغرب فقد أعلن مسؤول حكومي سيطرته على حريق غابة مغراوة بإقليم تازب الشرق وذلك بعد ستة أيام من جهود إطفاء مكثفة بعد أن اجتاح الحريق 790 أكتارا من الغابات كذلك الأمر في إندونيسيا فقد قاوم عشرات من رجال الإطفاء حريقا في جزيرة سومترا وكان يتزايد الحريق يتزايد حجمه مهددا منطقة سكنية مكتبة أدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الأيام الماضية أدى إلى انخفاض محصول ثمار المانغو في مصر وقد بدى مزارعون في مدينة الإسماعيلية بقطف ثمار شجرة المانغو أو المانغو التي تشتهر بها مصر خشية أن يتضرر هذا المحصول وأن تلحق بهم خسائر مادية قبل الختام شاهدين فلنتابع معا مقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف ترجمة نانسي قنقر أنا برأيي كان قرار ما بمحله يعني زيادة الراتب شيء جيد وكانت ضرورية رغم أنه لا تكفي حتى المية بالمية بالنسبة للأسعار الهالمية لا تكفي ولكن رفع الدعم عن المحروقات المفروض يكونوا بيعرفوا أنه رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى رفع جميع السلع نسبة ارتفاع الأسعار تعادل مية وخمسة وسبعين بالمية ورفع الرواتب مية بالمية يعني أننا خسرانين خمسة وسبعين بالمية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر